ساعات كتيرة ما من اي الوقت العصر بنحلم احلام غريبة جدا ما بطة براسة النين وبتجري وراك او بتحلم ان انت عاين في بحر وفيه سمكة بتجري وراك عايزة تقرمك من التوتة يا راجل مش بس كده ده انت كمان ممكن تحلم ان انت مديرك في الشغل مسلا بقى طيب معاك وفيه خيالهم واسع بيحلم ان هو الجوز هيفقوها بمسلا مع لنا احلام العصر الصعبة تحقيقها دي خلينا نتكلم عنها شوية بس بشكل علمي العلماء قالوا ان اقوى حلم بيحصل لك بيحصل فيه مرحلة الرامس ليب او الرابد اي موفمينت يعني اكتر مرحلة العين بتتحرك فيها بسرعة شديدة ودي بتحصل كل سايكل النوم النوم بيبقى ليه سايكلز او دورات بتحصل كل تسعين دقيقة بالزبط ممكن تقعد من عشرين لخمسة وعشرين دقيقة طب ان لي خليني احلام احلام غريبة اصلا ساعتها قالك اول حاجة للسترس والقلق وده نتيجة للمشاكل الحياتية اللي انت بتمر بيها زي ان انت مش عارف تحقق الاحلام دي مثلا معادة قصة التوتة او بني ادم قردي عنده قرق او مشاكل في النوم زي مثلا اللي بيسافروا كتير او اللي بينام اقل من المفروض زي حالاتنا كلنا الناس اللي بتاخد بعض الادوية زي مضادات الابتئاب كمان ادوية الضغط تخيل ادوية الصرع والادوية اللي بيبطلوا بيها التدخين واكيد طبعا لو انت بترفع مياه او بتشرب خمرة لو بتاخد حبوب غريبة زي البلاد بتاعت الحفلات مثلا او حبوب الخبط الفيل اللازرق الفراولة الحاجات اللي احنا بنسمع عنها او لو بتسحب ادوية من جسمك زي ادوية مخدرة مثلا وخلي بالك كمان لو ست حامل بتحس بالموضوع ده نتيجة التغير الهرموني اللي بيحصلها طب ايه العلاج للموضوع ده عيش حياة صحية لو كلت اكل صحي شربت ميتك اتمرنت هتيجي على اخر اليوم هتنام في هدوك حاول تنم بالليل نوم عميق وكويس مكيف بق مع الضغوطات عن طريق الرياضة عن طريق الديب بريثنج وده اثبت نتائج جبارة ان انت تتنفس بعمق وعن طريق المديتيشن واليوجه سلام